وعايز اخد من البطولات السلسية يعني السلسية دي عشتها ازاي رمزي رغم الموسم الصعب الطويل جدا للنادي الاهلي عشت اجواء الفرحة دي ازاي بداية من البطولة الافرقية التاسعة نهاية بكسر مصر اللي حققه النادي الاهلي الاسبوع اللي فاتي طبعا يعني خليني في البداية بارك للجمهور النادي الاهلي وعندي رسالة صراحة يعني كل الناس طبعا انت عارف الناس في فلسطين بيعشاءوا حاجة اسمها النادي الاهلي فكل ما يعرفوا ان انا بس طالع قناة النادي الاهلي فبجيلي مسيجات كتير كنت العلاق او مين؟ لا ناس كتير يعني فكلهم بيبلغوني ان انا وصل سلامهم وتحياتهم وما تخيلش الفرحة اللي عشو اهل فلسطين رغم الظروف الوبائية اللي موجودة في القطاع غزة وفي الضفة الغربية لكن الناس فرحت اوي بالتحية السلسية كان مهم جدا للجيل اللي موجود في الفترة الحالية انه يحقق المكاسب اللي حققوا فيه تعرف الجيل ده يمكن وصل نهائيين قبل كده وما حلفوش التوفيق فكان مهم جدا انه يكللوا نجاحهم بانتصارات عظيمة زي اللي اتحققت رغم انه جات في ظروف صعبة في موسم من اصعب المواسم طبعا لو الظروف اللي بيمر بها العالم فترة التوقفات الطويلة اللي حصلت حتة خلينا نتكلم برضو جزء كبير على الادارة نادي الاهلي اتخاذ كان قرار في توقيت مهم جدا ده كان جزء كبير من صناعة البطولة رمزيه طبعا انك انت شفت تصريح اللاعبين في الفترة الاخيرة انه فيلر كان مختلف فيلر قبل الكورونا غير فيلر غير بعد الكورونا فان انت كادارة تكون لامس الموضوع ده وتتدخل في توقيت مهم جدا وفيه رزق كبير لكن انت تاخد على العطقة في المسئولية دي وتغير مدير فني يمكن اكتر الناس قاعدوا يستغربوا من القرار صحيح لكن زي ما استغربوا من القرار لكن بعد ما حصل الانتصار ده يعني اشادوا باللي اخذ طبعا مفهومة يعني هو كان فيه رزق كبير لكن توقيته كان مناسب جدا عارف انت لما بيجي مدير فني جديد لسه عايز يطرح افكاره على الفريق ويطرح بصمته على الفريق حقيقة كمان دور اللاعبين ان هما يتقبلوا الموضوع ده وان هما يقدروا يتجاوزوا محن التغير المدر في فترة ويساعدوه هو شخصيا كمان طبعا طبعا كان ليه دور كبير وحتة تانية ان انت تكسب بطولة من امام نادي الزمالك برضو نادي محترم ونادي اسم كبير طبعا كان نهاية اولا هو نجاح للكرة المصرية بشكل عام اول نهاية يمكن من في التاريخ يحصل بين فريقين من نفس البلد فده انجاز لمصر انجاز على المسؤولين اللي يعني اصروا على استكمال دوري رغم كل الظروف اللي حصلت دي حاجة تانية حاجة الاهلي عودنا دايما انه كان فيه اسبوع بس بين المباراة الافريقية ومباراة الكاس ان انت دي ما بتحصلش الا في النادي الاهلي ان ان انت بعد مباراة السوبر تقفل صفحة ومتبلغش في الافرح وان ان انت تفكر في المباراة اللي بعدها وده كان دايما مدرسة الاهلي موجودة في الموضوع الاهلي لعب مطشين خلال اسبوع بعد النهاء الافريقية انت تكسب وتاخد بطولة تانية فده يحسب اولا للإدارة الاهلي انت تقدر تغيى تخرج اللعيبة من جو الاحتفالات ومتبلغش في الاحتفالات عشان عندك مباراة وعندك بطولة تانية وتحسب الجهاز الفني اللي هو طوى الصفحة بتاعة افريقيا ويركز على الصفحة المحلية ويا رب تكمل بالسوبر باذن الله والاهلي يبدأ بالدوري الجديد باذن الله بيعني زي ما عودنا بتقلق باذن الله